المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغار في لقاء مناقشة مع طلبة الجامعة الدولية بالدار البيضاء حول رهانات وفرص التنمية لتشغيل الشباب السيدة لاغار دعت خلال اللقاء إلى تنمية اقتصاد مزدهر ودينامي قادر على توفير فرص الشغل اللاسيما لفئة الشباب واعتبرت أن الشباب يشكلون عاملاً أساسياً في تحقيق تنمية قوية ومستدامة مسجلة أن التحدي المطروح اليوم على بلدان منطقة الشرق الأسط وشمال إفريقيا عموماً والمغرب خصوصاً يتمتل في تقوية الشراكة بين القطاع الهام والخاص من أجل خلق مناصب الشغل والاستجابة لتطلعات انتظارات اللاجئة للصعيدة من جهة أخرى اعتبرت السيدة لاغار أن المغرب تعامل بذكاء وفطنة كبيرين مع خط الوقاية والسيولة مضيفة أن هذه الآلية المالية التي تعد موجهاً قوياً للمستمرين اللاجانب والمحليين هي مؤشر يدل على مدى قدرة البلاد على الانخراط في إصلاحات هامة والوفاء بالتزامات المالية وفي معرض ردها لأسئلة الطلبة حرصت السيدة لاغار على التأكيد على أن المغرب حقق تقدماً مهماً في المجالين المالي والسياسي وتعزيز إطاره المكر اقتصادي اشتركوا في القناة